اشير في البداية الى نقطتين اساسيتين وهو ان اهتمام الامام رحمه الله بقضية التربية والتعليم تنسلك ضمن جهود جلة علمائنا الاكابر الذين سبقون بايمان وعلم من خلال اهتمامهم بالفكر التربوي والنظم التعليمية كامثال ابن جماعة والقابسي وابن خلدون وغيرهم كثير الامر الثاني والنقطة الثانية ان مدخلات الاطر التربوية تعكس اهمية التعليم عند الامام وحسبنا ان نلخص ذلك من خلال قول جامع مانع له التعليم منبت الرجال التعليم منبت الرجال السؤال الثالث يتمحور حول تقديم اساسي وهو ما لفت انتباهي خلال مداخلة الاستاذ الريمي ذهب الى ان الامام سبق الى الحديث عن المشروع الذاتي للمتعلم لصناعة الحافزية التعلمية لديه من اجل اكمال مصاره العمي وايضا ولوج المصار المهني وبطبع الحال الامام رحمه الله يتحدث عن جربة فهو الناجح في المصارين معا هنا حدث تحول بعد اشتغال الامام رحمه الله في الحقل الدعوي حدث تحول فذهب في كتاب تنوير المؤمنات الى ضرورة الربط بين مصار المتعلم الدراسي وبين ايضا مصاره الدعوي لخدمة دعوة الله تعالى وخدمة الامة في نفس السياق ذهب الى انه من الضروري ومن اكد الواجبات ان تتمحور مسألة التربية والتعليم حول القرآن الكريم فيكون مدار برنامجها ومدارها على القرآن الكريم بطبيعة الحال بنفس معرفي وبنفس علمي بطبيعة الحال وهذا يحتاج ايضا ورش كبير يحتاج الى انضرات جديدية والى اشتغال كبير الامر الثاني وهو اساسي في نظري ان رؤية التربوية عند الامام تبلورت عند اشتغاله في الحقل التربوي ثم تبلورت بعده عند اشتغاله في الحقل الدعوي ما هي الاضافات التي قدمها الامام للمنظور التربة او فيما يخص بناء المنظومة او المنظومات التربوية بعد اشتغاله في الحقل الدعوي واختم بقول جامع الامام حول التربية ومفهوم التربية بطبيعة الحال عرفة توسعا دلاليا في نظر الامام بعد اشتغاله بالحقل الدعوي فاعطاه نفسا تنظيريا كبيرا يستهدف تأسيس لمشروع تغييري كبير ينهض بالفرد والامة قال في قول اذكر جزءا منه وهو في كتاب حوار الماضي ومسقبل قال رحمه الله بان التربية تعبئة طاقات فرضية لتندمج في حركية اجتماعية يعمل فيها العاملون بجهد متكامل ينفع الله به الامة هنا ننظر في مسألة المدخلات والمخرجات في ميدان التربية والتعليم ماذا نحصد بعد الغرس الطيب والغرس المبارك بالتربية القرآنية وبالتربية النبوية وبالتربية العلومية ماذا نحصد بعد هذا